بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معنا اليوم درس جديد وهو سلسلة تمرين للسنة الأولى متوسطة للجيل الثاني رقم واحد ولننطلق على بركة الله نبدأ بسؤال أول حيث قال أكمل ما يلي بالعد المناسب 1.3 تقسيم 100 0.5 تقسيم أعطانا فراغ وقال تساوي 0.005 7.415 في عشرة و1.057 في فراغ تعطينا 1057 فلنبدأ واحدة بواحدة أبناء الطلبة فلدينا العملية الأولى قال 1.3 تقسيم 100 كم تساوي تابعوا جيدا لدينا هنا عدد عندما نقوم بقسمته على مئة أو على مضاعفات عشرة مثلا عشرة مئة ألف إذا كان هنا قسمة نرجع بالفاصلة للوراء يعني هذه الفاصلة نرجعها للوراء بعدد الأصفار مثلا هنا عندنا صفرين ماذا تصبح لدينا كانت واحد فاصل ثلاثة ننزع الفاصلة لا نكتبها يعني كانت واحد فاصل ثلاثة ننزع الفاصلة و نقوم بإرجاع الفاصلة صفرين إلى الوراء ها هو واحد اثنان نضيف صفر ونضيف صفر هنا ونكتب الفاصلة تصبح صفر فاصل صفر ثلاثة عشر ركزوا جيدا تصبح صفر فاصل سفر ثلاثة عشر لماذا كانت الفاصلة هنا ماذا قلنا كم عدد الأصفار في المئة عدد الأصفار صفرين فنرجع الفاصلة صفرين إلى الوراء بعدد الأصفار إذا كانت ثلاث أصفار نرجعها ثلاث أصفار يعني نرجع ثلاث درجات إلى اليسار فهنا لدينا صفرين أرجعناها درجة درجتين ووضعنا الفاصلة هكذا في الأعداد العشرية نمر إلى السؤال الثاني أو العدد الثاني حيث قال 0.5 تقسيم كم تساوي 0.005 لاحظوا جيدا هنا الفاصلة كانت هنا يعني خلف الخمسة وهنا أصبحت صفرين بعد الخمسة يعني كم رجعنا إلى الوراء رجعنا كم إلى الوراء رجعنا بصفرين إذن قسمنا على 100 لأنه الفاصلة كانت بعد الخمسة ورجعنا بعدها أصبحت بيعني درجتين بعد الخمسة ومنه قسمنا على 100 ركزوا جيدا يعني هي بسيطة جدا نمر إلى العملية الثالثة حيث قال 7.415 في عشرة الآن الضرب هو عكس القسمة في القسمة كنا نمشي إلى الوراء لاحظوا يعني هنا كانت الفاصلة قسمنا على 100 رجعنا بعددين إلى الوراء بعدد أصفار العدد الذي قسمنا عليه ويجب أن يكون عشري يعني مضاعفات عشرة هنا صفرين رجعنا بصفرين هنا كان 7.5 أصبح 7.0 يعني رجعنا بصفرين لاحظوا أو رجعنا بعددين فنضيف أصفار لأنه لا يوجد عدد الآن قمنا بضرب 7.415 في عشرة فنقوم بإزاحة الفاصلة بخانة واحدة أو بعدد واحد لأن ضربنا في عشرة يوجد صفر واحد إذن نزيحه بدرجة واحدة إذا كان في 100 نزيحها بدرجتين تصبح هنا إذا كان في 1000 نزيحها بثلث درجات إلى آخره يعني في الضرب نزيح إلى اليمين وفي القسمة نزيح إلى الوراء تصبح 74.15 لأن الفاصلة كانت هنا ضربنا في عشرة فأزحنا الفاصلة بدرجة نحو اليمين الآن نذهب إلى العملية الأخيرة حيث قال 1.057 في كم يعطينا 1057 الآن قلنا إذا ضربنا في عدد نزيح الفاصلة إلى اليمين لاحظوا كان عندنا 1.057 أصبح ضربناه في عدد فأصبح 1057 يعني الفاصلة كانت هنا لاحظوا كانت هنا فأصبحت هنا يعني كم مشينا نحو اليمين مشينا بثلث درجات الفاصلة كانت هنا فأصبحت هنا يعني وكأننا نكتب فاصل سفر فالفاصلة كانت هنا أصبحت هنا مشينا بثلاث درجات يعني قمنا بضرب هذا العدد في ألف لأن الألف في ثلاث أصفار يعني مشينا إلى هنا بثلاث درجات فأصبح العدد كما تشاهدون على الصورة يعني أصبح الضربنا في ألف فأصبح 1057 لاحظوا كانت هنا الفاصلة قمنا بضربها في ألف يعني مشينا بالفاصل بثلاث درجات فأصبحت 1057 نمر إلى السؤال الثاني حيث قال أكمل الجدول الآتي حصر مقرب إلى واحد على مئة حصر مقرب إلى واحد على عشرة حصر مقرب إلى الوحدة والعدد العشري فلنبدأ على بركة الله لدينا العدد الأول ماذا يعني حصر مقرب إلى واحد على مئة يعني نذهب إلى جزء المئات هذا يسمى العشرات هذا يسمى الوحدات هذا جزء من العشرة جزء من المئة وجزء من الألف هو قال حصر مقرب إلى واحد على مئة يعني نذهب إلى الجزء من المئات فماذا نفعل لدينا 12 نفس الشيء لأنه لم يقل اللي لدينا حول وقال مقرب إلى الواحد على مئة يعني هنا يعني هذا هو العدد الذي يجب أن نقوم بالعمل عليه ثلاثة ما هو العدد الأكبر من صفر والعدد واحد فتصبح 12.31 أيضا لدينا عدد خمسة اللي هو هنا خمسة أكبر من الصفر وبذلك نقوم بالتدوير إلى الواحد الآن نذهب إلى الجهة اليسرى هذا الرمز يعني أكبر يعني هذا العدد أكبر من هذا العدد وهنا هذا العدد أصغر من هذا العدد فبالطبيعي 12.305 أصغر من 12.31 لهو نفسه 310 ف310 أصغر أكبر من 305 يعني حاجة بديهية الآن ندور إلى الجهة اليسرى ف12.305 أكبر من 12.30 لأن 30 هي نفسها 300 فاصل 300 ولدينا 305 أكبر من 300 وأصغر من 310 يعني نفس الشيء إذن ها نحن قمنا بتدوير إلى واحد على 100 يعني 305 أصغر 12.305 أصغر من 12.31 وأكبر من 12.30 لأننا دورنا إلى الجزء من المئات لاحظوا عددين بعد الفاصلة لهو جزء من المئات الآن قال إلى 1 على 10 يعني جزء من العشرات يعني هذا العدد فقط يعني جزء من العشرات فما هو العدد الذي أكبر من 12.3 هو 12.4 وهنا ما هو العدد 12.3 ما هو العدد الذي يصغره بدرجة هو 12.3 نفس الشيء لأن 12.305 أكبر من 12.3 لاحظوا كأننا قمنا بكتاب 300 هنا فيقول أحدكم يتساءل لماذا قمنا بكتابة هنا 12.4 ولم نكتب 12.3 لأن 12.3 هي نفسها 12.300 ولدينا هنا 305 فمستحيل أن تكون هذا العدد أكبر من هذا العدد ولذلك لم نكتب 12.3 ومباشرة ذهبنا إلى العدد الذي يكبر 3 الذي هو 4 فأصبحت 12.4 الآن قال حصر مقرب إلى الوحدة فما هو العدد الوحدة هي ها هي الوحدة ما هو العدد الذي أكبر من 12.305 طبيعي هو 13 وما هو العدد الأصغر من 12.305 بطبيعة الحال هو العدد 12 نمر إلى السؤال الثالث حيث قال علم على نصف مستقيم المدرج التالي الأعداد نبدأ بالس قال س 2.6 A ثلاثة زائد واحد على عشرة D اثنان ناقص سبعة على عشرة وال B صفر فاصل ثمانية فلنبدأ نعين نقطة بنقطة نبدأ بالنقطة س النقطة س قال 2.6 نذهب إلى المدرج ونبحث عن الاثنان ها هي الاثنان وهذه هما الفاصلة نبحث عن 6.6 ها هي 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ها هي النقطة ونرسمها هنا 1 2 3 4 5 6 ها هي النقطة ها هي النقطة س ونرسم نقطة ها كذا نذهب إلى النقطة الثانية اللي هي نقطة A زائد 1 1 10 3 زائد 1 على 10 أين هي الثلاثة ها هي الثلاثة وهذا هو جزء من العشرة هذا 1 على 10 2 على 10 3 على 10 4 10 3 3 1 1 10 3 1 1 10 0 1 1 عادية إذن نكتب A هنا نعلم النقطة A ونكتب A ولا ننسى أن نكتب هنا 2 6 وهنا نكتب A 3 زائد 1 على 10 الآن نذهب إلى النقطة الثالثة ما هي هي النقطة D كمان نشاهد 2 ناقص هنا زائد ركزوا هنا زائد 1 على 10 وهنا قال ناقص 7 على 10 أولا نبحث عن الوحدة الأساسية اللي هي 2 أين هي الاثنان ها هي الاثنان الآن ماذا قال إذا قال زائد نمشي إلى الياسر فهو قال ناقص 7 على 10 ها هو جزء من 10 جزء من 10 فالتعال ونحسب 7 على 10 إذن اثنان ناقص يعني نمشي إلى الوراء نمشي إلى الوراء ها هي 1 على 10 2 على 10 3 على 10 4 على 10 5 على 10 6 على 10 ها هي 7 على 10 ونكتب هنا D ونكتب 2 ناقص 7 على 10 إذا كان الزائد نمشي إلى اليمين مثل الآ لاحظوا الآ ثلاثة زائد 1 على 10 مشين إلى اليمين وهنا لدينا 2 ناقص 7 على 10 نمشي إلى الوراء فإذا كانت الناقص تذهب إلى الوراء وإذا كانت زائد تمشي إلى اليمين فأول شيء تبحث عن الوحدة الأساسية هنا هي 2 ثم إذا كانت زائد يمشي إلى اليمين إذا كانت ناقص يمشي إلى الياس النقطة الأخيرة هي 0.8 فتعال لو نبحث عن الصفر أولا أين هو الصفر 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ها هي 0.8 ونضع هنا النقطة B ونكتب 0.8 وإلى هنا نأتي إلى ختام هذا التمرين وأول التمرين من سلسلة السنة الأولى متوسط نرجو أن يكون أعجبكم الشرح لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك صفحة الأستاذ نوردين وصفحة أكاديميتنا وموقعنا على الانترنت www.academyatuna.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته